بحثاً عن الخصوصية والاستمتاع بأوقات مميزة بادرت إحدى السيدات البغداديات وفي سابقة هي الأولى من نوعها إلى افتتاح مقهى النسائي على ضفاف نهر دجلة وترتكز فكرة إنشاء المقهى على التأكيد على خصوصية المرأة وحقها بقضاء أوقات خاصة مع بنات جنسها لذا مونع دخول الرجال إليه كما مونع التصوير داخله إلا في المناسبات وبالاتفاق مع إدارته فكرة كلش حلوة وجميلة وأنه نهتم بالمرأة العراقية مكان يختص بس للنساء تقدر المرأة تأخذ راحتها لقيت تشجيع من هواية ناس هواية أطراف مستشارين وأيضاً أنا شفت تشجيع حتى من الحكومة يعني أنا جتني باقات تهنئة بافتتاح الكافي من شخصيات معروفة بالمجتمع شخصيات داعمة للمشروع فتيات قصدنا المقهى النسائي لاستكشافه بعد السماع عنه كثيراً وعن خصوصيته التي تمنح الحرية للنساء بالحديث والضحك وشرب الأرقيلة دون خشية من أي انتقاد أو نظرات قد تضايقهن في الأماكن العامة أكو عوائل متحفظة يعني ما يقبلون شوي أنه مثلاً بناتهم يطلعون لكون أنه شباب وسبب المضايقات وتعرفين أنه مجتمع أحنا حالياً مجتمع ذكوري وبطبيعة الحال فالمقهى النسائي يحتاج إلى كادر أيضاً من جنس لطيف لتكتمل فكرته والهدف من إنشائه بزءاً من الشيف والكارسونات وكل الخدمات المقدمة كابتن المقهى تصف لنا دهشة الفتيات بفكرة المشروع فحين تشبه لنا بعض الحاضرات المقهى بدار واسعة بالنسبة لهن وهن يتشاركنا الجلسة مع معرفهن بالحديث والتمتع بدجلة هي الأطلالة بحد ذاته تريح النفوس إذا واحد مضغوط بعمل محتصر شيء يجي على هذا المكان أشوفهم يستمتعون بالنظر إليه أكو تعطش لأن قتلت النساء بكافة الأعمار بأي مكان نروح له ما نلاقيه شيء قاعدة حلوة ونقدر نأخذ راحتنا بتصرفاتنا أمسيات إسبوعية فضلاً عن العطل والمناسبات ولفنانات عراقيات مخضرمات تقام في المكان هيك عن المناسبات الخاصة كأعياد الميلاد وتوديع العزوبية ومناسبات أخرى لفتيات ونساء بغداد ورغم أنها فكرة جديدة إلا أنها لاقت استحسان النساء العراقيات لغرابتها أولاً ولخصوصية المكان وهو يستهدف شريحة تجد ولأول مرة مشروعاً خاصاً بها من بغداد خمال الكاتب الحرة ترجمة نانسي قنقر